بسم الله الرحمن الرحيم وارجعت لكم فيديو جديد ما تيجي النهار ده نعمل مع بعض البوكي العظمة ده ده كان تريند كده من فترة بس كان شوية الأورجانزة بتاعه لونه كده بني لو انتوا فاكرين انا عملت بديل ليه يعني اقرب حاجة ليه بشكل كده او بطريقتي بقى الخاصة تعالوا بقى ننفذوا طبعا لو انت عروسة يعني بصوا الحمد لله عندنا كل تشكيل البوكيهات كل الشكل نقدر ننفذه بأبسط طرق وطبعا كل اكسسورات العروسة الحمد لله يعني المريات بأي شكل تتخيليه بقى تمام قادرين ننفذه يعني ده مش شاسيه ده معمول كله هند ميد تمام والبوكس كمان عندنا بوكسات أشكال وألوان وأنواع اذا كان بوكس خشب كليرك المريات اللي هي والمروح البسيطة والحاجات اللي هي المعقدة الحمد لله كل حاجة متوفرة ولو شكل من المريخي بعته لنا لو حتى اكسسوراتها الحاجات الخفيفة بتاعة الحنة زي مثلا الحاجات دي برضو احنا اللي عاملينها او مش احنا هو انا اللي عاملها كل ده شغدي تمام مش عارفة لي دايما بقول احنا زي ما يكون انا بضيفكو في قسرتي وهبقى هحاول اعمل معاكو حوار التوزيعات دي مرة طبعا هنستخدم طليب عادي جدا بنشيل وراء الاخدر كالعادة زي ما بنعمل في اي بوكيه طبعا هنستخدم لولي وهنستخدم سلك الأصطافة الأورجنزة شوية أورجنزة ده أبيض ماشي فيه منه ببقى فوايت وفيه الفصوص الصغيرة دي وفيه حاجات صغيرة كده بقى زي الفرشات والورق الشجر ده هنستخدمه برضو هنضيفه وضفت كده حاجة في الاخر هقولكو عليها في الاخر تمام انا استخدمت دول دلوقتي كده اتنين باكت طليب تمام برصوهم ازاي انا عايزة رصوهم تدريجي بحيث انها حاول يبقى في النص اعلى شوية فعشان كده تلاقيوا ان انا مركزة وبحاول ارصوهم هنحاول رص خمسة او ستة في النص وبعدين بسبت كل مرحلة بصوا تلاقتوني نزلت كده كم ملي نزلت كم ملي في المرحلة اللي بعدها طبعا انتو الطريقة دي دلو تستخدموها تعاملوا كده منها بوكيل واحده ديفوا بقى عليها الماسكريستال اي حاجة لو انتو بس تعرفتو الطريقة دي او الطريقة دي انا هنا عملت اتنين لقيت انهم قلالين قوي بصراحة الطليب بصراحة عشان هو الواحده اقل حاجة ده طباقة فاضطر ريت اضيف بصوا التدريج ده كده لو انتو حطاتو شيت ستان خلاص بقى بوكيل تمام فالمص بقى كريستال اهو بقى بوكيل فانت بس تعرفت الفكرة او التكنيك ده خلاص بصوا بقى انا عملت ايه ده حاجة كده مختلفة انا كنت مش عايزها طبعا الطليب بصوا اليد بتاعتو عاملة ازاي انا مش عايزة كده انا عايزة اليد بتاعتو بقى مربعة عشان اعرف احط عليها السلك فكان الحل ان انا اتنيه كده بصراحة انا يعني بصوا هو كل حاجة او كل فكرة بتيجي كده فانتانيتو فنزل درجة كمان بصوا لما انا تانيتو نزل درجة كمان وبدأت ان انا لما ثبت بالسلوتب الحتة دي بقت شكلها عاملة ازاي الفروع اللي كانت نزلة كمسلس ما بقتش موجودة تمام طبعا تممكن لو حطتوا الماظ عليها دلوقتي او كريستال هيثبت معاكو حلو جدا تعرف تعملونه ايد براحتكو ده اشتريتو الارجانزة البني اللي كان موجود في الصورة اللي انتو عارفينها اللي هي الترند خالص او كان الترند من فترة فانا استخدمت بصراحة بديل الارجانزة الابيض رغم ان انا جبت البني بس لقيت شكله بصراحة لا عارفين انتو لو استخدمت البني بقى هات ورق الشجر الدهبي بقى لاش السيلفر تمام انا باتني طبعا انا خدت مقص واحدة بعدها ايه قصيت بقى كله على نفس الواحدة تمام خلي بالكو وانتو بتثبتوا الارجانزة بالشمع لان هو طبعا هيوصل الشمع بايدك بكل سهولة في اي مقص اي حاجة بصوا لقيتها ان هي بتنزل كده ما بتقفش فاخدت بالكو الحركة دي انا حطيت نقطة الشمع على الوردة وحطيت الطبقة هما طبقتين صح حطيت الطبقة اللي جوه بس حد خد بالهم الحركة دي عشان الفينيش ما تلزقوش الاتنين مع بعض لازم لازم الارجانزة ديكو فيليوم كده تمام والله يا جماعة انا معرفش انا مش قطش فيديوهات بالبوكيدة كل ده من يعني ايه من الصورة واحنا بنحاول نقرب على قد ما ندر للصورة ده كانت النتيجة بصو لو كنت لزقتو للاتنين ارجانزة كان هيدي شكل وحش السلك بقى انا خدت مقاس الفريم بتاع البوكيدة كله تمام وهي هعمله دبل عشان يبقى متين ده سلك خمسة ميليا عادي وموجود عندي طبعا كل خمات متوفرة عندي على لينك القناة هتلاقوه في صندوق الوصف وفي رقم لطلب الخمات لو انت عايزين اي خمات موجودة من الاصطافة للشمع لكل حاجة تمام انا بتنيها كده وسبحان الله لقيتها تقريبا حوالي متر فعملتها دبل تمام وعملت في اولها كده الدايرة دي الدايرة دي هتبقى بداية طبعا لو انت حابة تعملي هيربيس فدي يعني دي اكلناها طريقة الهيربيس بالزبط تمام هنعمل ايه بقى بصو هقول لكم دلوقتي انا هنا فتحت اول اول فرع لولي لولي ده انا عاملاه حجم الصغير مش الحجم الكبير اللي احنا بنستخدمه خليه صغير عشان يبقى خفيف معاك استقليمي بردو كريستال صغير تمام ايه بدأت ان انا احط بقى الكمية اللي انتو عايزينها انا حطيت في واحد انا ثبت معايا واحد واشتغلت على واحد بصو هون ممكن تكون تفاصيل مش ظهرة شوية بس هزرها لكم على قد ما اقدر ركزوا بس كده في كل حاجة انا بس كنا كنت بعمل ايه بشوف طول الوردية بالزبط عشان اعمل طول الوردية شايفين التفاصيل والحاجات دي انا لا است بمصطرة ولا عملت اي حاجة كل حاجة قدامكم است الدوران بتاع الورد تمام ده اول حاجة اللي هو هيبقى الطول بتاع السلك اللي احنا عملناه دابل مش مشكلة زودي حتة من عندك عشان ما يأثرش معاك وقست ارتفاع اللي هو لي بالمنظر ده طبعا هو الفيديو هو ممكن يكون 11 دقيقة بس هو خد ايام انتو مش متقيلين والله بجد خد ايام بجد علشان يتعمل ويتفنش لان هو خد مجهود رهيب بس الحمد لله قدرت ان انا اوصله لكم واختسر الفيديو بالفكرة دي تمام بصوا احنا بقى بنعمل فروع كان ببعض كده مرصوصة ممكن تعملي واحد لولي واحد كريستال براحتك تمام زي ما انت عايزة بصوا بعمل ايه يعني ايه بصوا كده وبربطوا وبسيب مسافة وبربط الناحية التانية واحد كمان هوصلها لكم انا اصلا كنت يعني انا وانا بصور برضو اهو بصوا بنعمل ايه بنتني كده ونمسكه من عند الملتقى ببعض يعني شفتوا احنا عملنا ليه سلكين سلك بنلف عليه والسلك التاني اللي بنحط فيه الالماز والكريستال بصوا اهو وبنلف عادي جدا ومن تحت برضو بنعمل نفس الطريقة نحط الخرزة اذا كان كريستال او الماز ونطلع ونلف لفتين كده عشان ده المسافة اللي بينهم ونطلع نعمل واحد كمان وننزل بصوا هنا بقى انا قلت ايه لأ انا عسور لكم على اسود عشان يبان اكتر اشتركوا في القناة انا حسيت ان انتو بصراحة تشوفوه كده في صمت جربت احط الريشة دي لقيتها ان هي صعبة قوي في اللف مش زي اللولي والكريستال فهقولكو على تركاية ليها ازاي نضيفها وسط الشغل تمام؟ عشان بس انا جربت واحدة ولقيت الموضوع ماكاد بتتلف بصعوبة وممكن تتقطب منك فهقولكو على تركاية انا عملتها بقى الوحدة بصوا هي وقفت هي عادي بس قلت بقى لقى طب انا هحطها طب انا مش عارفة ايها ما سيب مسافة ازاي فلقى كبرت دماغي قلت لقى ركنتها على جب تخيلوا بقى ان بعد ما بتعملوا الطبقة دي طبعا هنا برد بتأكد بردو من المقاس عشان ما زودش عن الفاط طبعا هنا البيس ما بتبقاش كبيرة كده دي تبقى صغيرة بس احنا عملناها على قد ما نقدر طبعا كمية بقى شغلة رهيبة مش هتول معاكم في الفيديو بس هو نفس الفكرة بتاعت دي ماشي هنقعد نعمل بقى منها كتير 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 لولي وكريستيل تقريبا انا سرعت شوية بس عشان ما طولتش معاكم هنعمل بقى كسافة منها ازاي يعني بين كل واحدة احنا كنا عملنا هنعمل تاني اكنك بتعليه من اول وجديد واحدة فيها تمام في وسط كل واحدة هنحط واحدة تانية طب ليه ما عملتش كده من الاول حاسة ان الموضوع كان هيبقى صعب شوية من الاول تمام هتبتدي بقى تضيفي ممكن تضيفي اقصر شوية لما تضيفي اقصر في النص هيعلى معاكي وهيدي الفيليوم ده بصوا تفضلوا بقى ترجعوا تاني من الاول لو انتوا حاسين ان البطاع فضي هاتي سلك تاني وعملي وكملي عادي بصوا بقى انا عملتهم لوحدهم زي ما عملنا بنفس الطريقة لولي والكريستيل كنا بنبتدي من اول السلك وهكذا وسبت الورق الشجر واحدة فوق واحدة تحت قلت بقى خلاص كده احسن هو موريفين شوية بس هنعمل ايه بعدين بقى ايه طبعا السلك اللي هو اللي احنا عاملينه ده بدخله في وسط الشغل عادي يقمة اللي فيه يقمة تتنيه من جوه وهيدارة خالص ما تقلقش يعني بس بصراحة لقتها اسهل طبعا كنت برسوم جنب بعض عشان ابعاد يعني شفتوا التركيز لحد فين بنعمل ابعاد بين يعني يبقوا ابعادهم متساوي طبعا دي اللي هي كانت واحدة اللي كنت عاملها وبيزة انا شلتها اصلا ودريتها لقيت ان كان شكلها وحش فلق اخيينه في ده تمام وثابت فعمليها في منفصلة بدل ما تبقى في وسط الشغل وتتقطب منك تمام وهنكملها بقى بالمنظر ده بسو لما تعملت ابعاد بقت شكلها حلو بقى دي بقى نسبتها سبتتها ازاي مي الموضوع مش صعب قوي هو الموضوع رخم جدا بس انا سبتتها بشمع بصراحة في الاول كان بيفك بس انتي حاولي بروحها كده ان انا ايه لما انا وقفتها كده تمام شمع كتير هتثبت معيك بعدين في الاخر في الفينش يعني انتي بتحطي شمع على السلك كله من جوة وبسبت على قد مقدر يعني على قد ماني بحاول تمام وبعدها في الاخر خالص فيه ملتقى بين السلك ده والسلك ده اللي في النهاية وفي النهاية الدايرة اللي احنا كنا عاملينها بالنهاية السلك اللي احنا كنا مزودين حتة كده ببتدي ان انا ايه اربطها فيها تمام وبشيل السلك الزيادة طبعا في حتة ما ظهرتش معلش شي سوري احنا عملنا معاكم ايد كتير ايد البوكيه بأي طريقة بس بدل السنان اللي احنا بنلفه هنحط الايد دي ايد فازلين كده بس فيها لولي حبيت ان انا اضيفها عشان يبقى فيها من البوكيه فيها لولي مع الالموز حسيت ان البتاع فاضي شوية فبقيت كل بين ريشة وريشة حطيت الفسوس الالموز دي ولزقتها عادي جدا بنقطة شمعة في اللولي اللي احنا عاملينه عادي الالموزة الوردة دي انا كنت عاملها معاكم في فيديو قبل كده هترجعو له هتلاقوه ما تقلقوش يعني كان فيه بوكيت وليب كده وكلا ومعاي الالموز ده انا كنت عاملها فيها لزقتها بشمعة عادي وبس